بنت ابوها هالة على خط السعيد زمال كوية بتعشى الأغاني والأفلام الأديمة وخاصة أعمال أحمد زكي ونور الشريف بتشتغل 14 ساعة في اليوم بدون أجازة أسبوعية أطلقوا عليها ألقاب كتير منها الوزيرة التي لا تنام المرأة الحديدية بنت الباشا سليلة الوزراء وبعد تشكيل الحكومة الجديدة قدرت تكون أول ست مصرية تتولى منصب مستشار رئيس الجمهورية نفس المنصب اللي تولى والدها مع الرئيس جمال عبد الناصر اسمها بالكامل هالة حلمي محمد السعيد يونس اتولدت في القاهرة يوم 19 مايو عام 1957 لعائلة سياسية عريقة في محافظة إد أهلية والدها المهندس حلمي السعيد وزير الكهرباء والستد العالي فعهد جمال عبد الناصر واللي شغل كمان منصب مدير مكتب الرئيس ومستشاره لشؤون التخطيط والاقتصاد أما جدها لولدتها فهو وزير التموين في عهد فؤاد سراج الدين هالة قبلت الزعيم جمال عبد الناصر مرتين الأولى فرح عائلي والتانية ففرح رئاسي وكان عمرها ثلاث سنين وده خل أفكارها السياسية تتكون من الطفولة والدها كان نفسه يشوفها عميدة كلية وتوفى عام 2011 السنة اللي أصبحت فيها هالة أول عميدة منتخبة لكلية السياسة والاقتصاد جمعة القاهرة ظهر تموح هالة من وهي صغيرة تفوقت في الأعدادية وكانت من أوائل السنوية العامة التحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وحصلت على البكاليريوس بتأدير جيد جدا مع مرتبة الشرف سنة 1978 وعلشان بعدها تتعين معيدة وتستكمل الدراسات العليا وتاخد دكتوراء الفلسفة في الاقتصاد من جمعة القاهرة سنة 1989 في 2011 أصبحت هالة العميد رقم 12 للكلية ثم نائب لرئيس جمعة القاهرة للبحث العلمي والعلاقات الخارجية من سبتمبر 2013 لغاية 2016 وخلال مسيرتها الأكاديمية سعمت في التعليم والإدماج وتمكين الشباب في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي خارج أسوار الجمعة تولت باقة من المناصب أبرزها مستشار محافظ البنك المركزي عضو مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي وعضو مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي في سبراير 2017 وصلت لمنصب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لغاية ديسمبر 2019 اللي شغلت فيه منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إضافة إلى رئاسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ومع التشكيل الوزاري الجديد تم اختيارها مستشارة للرئيس للشؤون الاقتصادية حصلت هالا السعيد على العديد من التكريمات والجوائز أبرزها جيزة أفضل وزيرة عربية في الدورة الأولى لجوائز التميز الحكومي العربي في نوفمبر 2020 ومعروف عن الدكتورة هالا أنها بتشتغل 14 ساعة متواصلة في اليوم ولغت أجازتها الأسبوعية وبتكتفي بقضاء النص الأول من يوم الجمعة مع أسرتها ونص التاني بتقضيه في الوزارة لغاية الساعة 10 بالليل ورغم أعباء الشغل إلا أنها بتتابع مباريات كرة القدم وخصوصا مباريات المنتخب والزمالك فرقها اللي مش بتقدر تخبي فرحتها بانتصاراته على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا فيسبوك وفي مباراة الزمالك اللي فاز فيها على الأهلي في كاس السوبر بالإمارات كتبت على صفحتها زمالكوية وأفتاخر